وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السهر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 477 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 109 أطنان لمواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 62 طنان وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 47 طنان أما في مجالي قضايا المخابس فقد تم ضبط 718 قضية من بينها 94 قضية خبز ناقص الوزن و104 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط قضايا تهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 27 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 271 طنان ترجمة نانسي قنقر